عقوبات إضافية مرتقبة على اتحاد العاصمة أرسلت اللجنة المختصة التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ملف مباراة اتحاد العاصمة الجزائري أمام نهضة بوركان إلى اللجنة التأديبية لفرض عقوبات إضافية على الطرف الجزائري باعتباره المسؤول عن عرقلة سير المباراة ومن المتوقع أن تصدر اللجنة التأديبية عدة عقوبات أبرزها جرامات مالية على الاتحاد الجزائري ونادي اتحاد العاصمة إضافة إلى عقوبات أخرى كالإيقاف والحرمان من المشاركة لفترة معينة وكانت الكنفدرالية الإفريقية قد أصدر قراره بخسارة اتحاد العاصمة المباراة بنتيجة 3 إلى 0 لصالح نهضة بوركان بعدما منعت السلطات الجزائرية الفريق البركانية من إدخال قميصه الرسمي الذي يحمل خريطة المغرب إلى التراب الجزائري وستكون العقوبات النهائية الصادرة من اللجنة التأديبية إضافية إلى القرار السابق بخسارة اتحاد العاصمة المباراة والإقصاء من البطولة ترجمة نانسي قنقر